حدثنا حجاج وحدثنا يزيد بن هارون قال أنا أبن أبي ذئب وإسحاق بن سليمان قال سمعت ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمتي عن أبي هريرة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنسائه عام حجة الوداع هذه ثم ظهور الحصر قال فكن كلهن يحججن إلا زينب بنت جحش وسودة بنت زمعة وكانت تقولاني والله لا تحركن دابة بعد أن سمعنا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم قال أسحاق بن سليمان في حديثه قالت والله لا تحركن دابة بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه ثم ظهور الحصر وقال يزيد بعد أن سمعنا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم حسنا حماد بن خالد قال حدثنا عبيد الله يعني ابن عمر عن إبراهيم ابن محمد عن أبيه عن زينب بنت جحش أنها كانت ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت مرة كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم في مخضب من صفر حثنا علي بن بحر قال حدثنا الدراوردي قال أخبرني عبيد الله بن عمر عن محمد بن إبراهيم عن زينب بنت جحش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضع في مخضب من صفر حثنا عبد الرزاق قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن حميدي بن نافع أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته أنها دخلت على زينب بنت جحش من زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبري يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ترجمة نانسي قنقر